استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير الحج والعمر السعودي توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمر السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج وأكد وزير الداخلية الحرصة على مد جسور التواصل وتعزيز أليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمر بالمملكة بما يسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول من جهته أعرب وزير الحج والعمر السعودي عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنويا للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية فضلا عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأي مقترحات لتذليلها ترجمة نانسي قنقر